التطورات العلمية لهذه السنة كان الذكاء الاصطناعي لاعباً رئيسياً فيها بل صار الآن يؤثر على حتى الأبحاث العلمية والتطورات العلمية نفسها متأثرة بالذكاء الاصطناعي ولدينا أيضاً قفزات في الحوسبة الكوانتية ولدينا عدة تطورات مهمة في مجالات الطب والأحياء شاهدوا السلام عليكم لن تتفاجأوا إذا قلت لكم أن من أهم التطورات العلمية في هذه السنة 2023 كان الذكاء الاصطناعي لاعباً أو كان له دور كبير جداً حتى في مجال التطويرات العلمية في البحث العلمي وكذلك سأقول في الأخير كان لحوسبة الكوانتية الحواسب الكوانتية قفزات مهمة جداً إذا كان الاصطناعي لا شك أنكم تابعتم تعرفون طبعاً كلكم شات جي بي تي شات جي بي تي الذي صدر في 30 نوفمبر 2022 تعتبر الآن تاريخي أو يوم تاريخي حقيقة وفعلاً تسارعت التطورات بعد ذلك قبل بضعة شهور قال سام ألتمن اللي هو أحد مؤسسي والمدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي قال على السنة الجاية ستأتيكم برامج من نوع شات جي بي تي اللي هي مبنية على الكمية الكبيرة من اللغة أو الداتابيس اللغوية قال ستأتيكم برامج سيظهر لكم شات جي بي تي كأنه أحد أجدادكم القدامى الذين لم يعيشوا نفس الحياة التي تعيشونها أنتم اليوم يعني أنسوا التطورات هذه اللي أنتم مباهرين بها ما سيأتيكم أدهى وأمر وفعلاً ربما في الفترة الأخيرة كانت هناك حركات وتطورات طريد سام ألتمن أعيد إلى أوبن أي آي إلى آخره ويقال أن أحد التطورات الهامة التي لم يكشف عنها لحد الآن هو تطوير برنامج يعني مدهش سمي أو يقال أنه سمي كيو ستار هذا الكيو ستار نترقب صدوره ما الذي يحدث يقال أن له قدرات رياضية يعني رياضيات زيادة على القدرات اللغوية يعني ما هو آتن يعني شيء مدهن لكن ما يهمني اليوم هو أن أركز على كيف الذكاء الاصطناعي ساهم الآن في هذه السنة في تطوير الأبحاث العلمية فمثلاً أن هناك بعض الدراسات بيّنت أن الذكاء الاصطناعي هذا صار فعلاً يتفوق بشكل كبير جداً في الطب على الأطباء في مثلاً التنبؤ بظهور أورام سرطانية في بعض الحالات ثلاث سنوات قبل أن يتم تشخيصها بل بمجرد فقط مراجعة السجل الطبي لشخص ما وهو غير مصاب ونعمل له كل الفحوص وهو سليم ولكن البرنامج الذكاء الاصطناعي يقول هذا الشخص سيصاب بورام سرطاني عن قريب في السنوات القادمة وفعلاً أحياناً بعد سنة سنتين ثلاث سنوات يظهر له ورم والأطباء لم يروا شيئاً وإنما كشف عنه هذا البرنامج الذكاء الاصطناعي من جانب آخر استخدم ذكاء الاصطناعي لتطوير مضادات حيوية خاصة المضادات الحيوية للبكتيريا الخارقة وهي السوبر بوكس هذه التي تكون قد طورت مقاومة لكل المضادات الحيوية التي بحوزتنا ولكن ذكاء الاصطناعي صار يعرف الآن كيف يصل لنا إلى تصميم بعض المضادات الحيوية التي تقضي على هذه البكتيريا التي نحن بأبحاثنا الطبية لم نعرف الوصول إلى هذا فهذا شيء الرائع مهم جداً 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 كذلك الذكاء الاصطناعي حدد واستطاع أن يطورنا بعض المواد يعني المتيريالز التي نستخدمها في البناء في تصميم السيارات في صنع أجهزة معينة بطرق ذكية جداً لا يعرف المهندسون تصميمها أو الوصول إليها واستطاع ذكاء الاصطناعي أن يقدم لنا مساهمات مهمة جداً في هذا المجال موضوع آخر الآن نأتي إلى الأجنة البشرية التي تم في بعض الأبحاث من جامعة كيمبريج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الكالتاك الأخيري يعني أرقى الجامعات وأكثرها تقدماً استطاع الباحثون فيها أن يطوروا أجنة بشرية انطلاقاً ليس من الحيوان المنوي والبويضة وإنما من خلايا جذعية يعني نأتي من خلايا جذعية ومنها مباشرة نطور الجنة وهذا يعني خرق هذه قفزة جديدة أننا لا نحتاج أن ننطلق من الخلايا الأساسية الأولى من الذكر والأنثى ونلقحها مع بعض الأخيرين لا نأتي من الخلايا الجذعية ونطورها الخلايا الجذعية لماذا هي مهمة؟ لأن الخلايا الجذعية هذه تستطيع أن تعطيني كل أنواع الخلايا مبدئياً وأن تتطور إلى خلايا جلدية خلايا أعضاء قلب وكلا وغيرها ويمكن لنا أن تتطور بهذه الطريقة لكن هذا طبعاً يثير مسائل أخلاقية بلا شك يعني هذه الخلايا خلايا من؟ ونطورها بأي طريقة وبأي حق وفي أي ظروف وماذا تقول القوانين؟ وماذا تقول الأخلاق؟ وماذا يقول الدين عندنا أو في أماكن أخرى إلى خير؟ لحد الآن ليس هناك أي تقدم في هذه الجوانب الأخرى لأن كما يحدث في كثير من الحالات البحث العلمي يعني يسبق بسرعات كبيرة التطورات الأخلاقية والقانونية وغيرها ولكن هذه التطورات أردت فقط الإشارة إليها أنه يحدث هذا الآن وسنرى ما الذي سيحدث في السنوات القادمة تطور طبي آخر مهم جداً هو تمكن بعض الباحثين من جمعة من السطا من تجميد وإعادة تدفئة وزرع كلا من فئران إلى فئران أخرى تمكنوا من تجميدها لمدة 100 يوم كامل عند درجات حرارة جد منخفضة ثم إعادة تدفئتها وزرعها وتعمل بشكل رائع جداً لماذا هذا مهم؟ أولاً سأشرح بعض اللحظة باختصار كيف تمت هذه العملية ولماذا هذه قفزة علمية وخرق وابتكار رائع ولكن لماذا هذا مهم؟ لأن الآن يتم هذا على الفئران لأن الفئران دائماً هي للتجربة ولكن عندما نتأكد من أن هذه العملية متحكم فيها 100% وتعمل بشكل رائع ليست فيها خطاء أو خلل أو أي شيء سننقلها إلى البشر لماذا نريد هذا البشر؟ لأنه من حين لآخر يكون عندنا شخص عنده قصور كيلوي مثلاً عنده مشكلة ونحتاج أن نزرع له كلا من شخص آخر ولكن كيف نأتي بالكلا من شخص آخر؟ أنه يجب أن تجمد ويأتي بها بسرعة لأنه لا يمكن لا نستطيع أن نحافظ عليها كذا وهي مجمدة لفترها قصيرة جداً لست مجمدة ولكن مبردة لا نستطيع فإذا استطعنا الآن أن نجمدها لمدة طويلة يمكن أن ننقل من الصين ننقل من البرازيل ننقل من الهند ننقل من أي مكان إلى أماكن أخرى بالراحة نعم العملية ننقل آخرية طيب كيف تمكنوا من هذه العملية؟ أولاً قاموا بزرع أو ضخ هذه الكلة بمواد خاصة مواد أكسيد الحديد ومواد جزيئات نانوية صغيرة جداً هذه ثم يتم تجميدها هذه تجمد بطريقة أنها لا تشكل باللورات حتى لا تحدث لخلل داخل الكلية نفسها ثم بعد ذلك كيف همنا الداخل ليس من الخارج حتى أن الكلية هذه لا تتأثر من الخارج وإنما من الداخل حيث وضعنا هذه المواد هذه نجعلها تتدفأ ببطء وبطريقة داخلية عن طريق مجال مغناطيسي متناوب أكد يتغير هذا المجال المغناطيسي فيجعل هذه الجزيئات النانوية هذه أنها تكتسب طاقة وتنقلها على شكل حرارة وهذه الحرارة هكذا تنتقل تدريجياً عملية رائعة جداً وفكرة عبقرية ويبدو أنها نجحت على الفئران وإذا نجحت على البشر ستكون قفزة طبية رائعة جداً تطور طبي ثالث آخر هذه السنة مهم جداً هو مسألة الخلايا وكيف ما الذي يحدث للخلايا عند تقدم العمر وهل هذه الخلايا هذه يعني ما هي الشيخوخة الشيخوخة هو عندما الخلايا والأعضاء يعني تبدأ تفقد قدراتها الأصلية في القيام بعمليات حيوية معينة فلماذا تفقد قدراتها هذه؟ قال الباحثون أن هناك بعض العمليات التي نلاحظها على الحمض النووي ونلاحظها على الخلية هذه العمليات إذا عرفنا نتحكم فيها بحيث أننا لا نسمح بالقيام بها فهذه الخلايا وهذه الأعضاء يمكن أن تستمر لمدة طويلة وفعلاً كان قبل حوالي عشر سنوات كان أحد العلماء اليابانيين يدعى شينيا ياماناكا حصل على جائزة نوبل أو على الأقل نصف جائزة نوبل مع شخص آخر في الطب لأنه اكتشف كيف نأتي إلى الخلايا الجذعية التي أشرت إليها آنفاً هذه الخلايا الجذعية التي يمكن لها أن تتطور إلى أنواع متعددة من الخلايا ثم لم يبين لنا هو بيّن أنه نستطيع القيام بهذا ولكن جاء باحثون بعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية وبيّنوا ما الذي يحدث لهذه الخلايا عندما تتطور بهذه الطريقة وثانياً والأهم من ذلك أن هذه العمليات التي تسمح للخلايا أن تتطور باتجاهات مختلفة هي نفس العمليات التي تحدث في الأخير للخلايا هذه المسنة خلينا نقول والتي تفقد قدراتها هذه فإذا فهمنا هذه العمليات يمكن الآن الخطوة القادمة أننا نتحكم في هذه العمليات وإذا تحكمنا في هذه العمليات فهذه الخلايا وهذه الأعضاء المشكلة من هذه الخلايا قد لا تفقد قدراتها وبالتالي تستمر لفترات طويلة ويصير الناس يعيشون أكثر من 100 سنة إلى آخر التطور الخامس والأخير في التطورات العلمية لهذه السنة 2023 هو كما أشرته في البداية في الحوسبة الكوانتية أو الكومومية الـ Quantum Computing كنت خصصت حلقة كانت مهمة وشاهدها كثير منكم عن الحواسيب الكوانتية هذه الـ Quantum Computers كيف تعمل بشكل مختلف عن الحواسيب العادية ولماذا تشكل قفزة ونترقب أنه خلال 14 سنوات 20 سنة إذا تحكمنا فيها وصارت قادرة على القيام بعمليات سريعة جدا 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 فستمثل خرقات في عدة مجالات أنصحكم بالعودة إلى تلك الحلقة لكن باختصار باختصار أن الحواسيب الكوانتية تعمل على الـ Q-Bit الـ Quantum Bit الـ Bit هو Binary Digit اللي هو 1-0 نعم لا فوق تحت يعني هذه Binary ثنائي 1-0 أكذا الـ Quantum Bit الـ Q-Bit هو كأنه كرة تصوروا كرة هذه ولها اتجاهات مختلفة مش فوق تحت فقط ممكن له عدة اتجاهات فإذا أنا نظرت إليه من زاوية أو عملت له إسقاط معين فيعطيني قيمة مختلفة فهو كرة واحدة عوض أنها تحمل فقط عددين ممكنين أو رقمين 1-0 تحمل عدد رهيب جدا وإذا ربطتها ببعضها البعض عن طريق ما يسمى الـ Entanglement إذا ربطتها ببعضها البعض فأنا أقرأ من هنا تعطيني معلومات عن الآخر وهي مترابطة فيما بينها فهنا يصير عندي يعني تسونامي خلي نقول يعني هكذا فيضانات من المعلومات من خلال مشاهدة أو قياس Q-Bit 1 هذه الفكرة الأساسية في الحوسبة الكوانتية المشكلة أن هذه الكوانتوم بيتس هذه يعني رهيفة ضعيفة يعني صعب التحكم فيها بسهولة تنكسر بسهولة تختفي ولذلك عوض أنه يكون عندي أنا حواسب كوانتية التي تعمل بتريليونات التريليونات من البيتات الآن إحنا ما عندنا إلا حواسب كوانتية خلي نقول تجريبية تعمل لحد الآن بـ 20 إلى 50 كوبيت 20 إلى 50 كوبيت هذه ما تعمل لك يعني معالجات وتعمل لك حسابات سريعة وتطويرات إلى آخر إلى آخر لكن جاءت شركة هذه السنة تدعى Atom Computing قالت لدينا جهاز الآن يعمل بـ 1180 كوبيت الآن قفزنا من 20 إلى 50 وصلنا الآن فوق الألف فوق الألف ما زلنا بعيدين نحتاج إلى ملايين الكوبيتات حتى ندخل في فعلا عصر الحوسبة الكوانتية ولكن الآن قفزنا من 20 إلى 50 إلى أكثر من ألف فهذه قفزة مهمة جدا بل قال المدير التنفيذي لشركة Atom Computing قبل بضعة شهور قال أنا أتوقع أنه في خلال سنوات سنصل إلى 100 ألف كوبيت سواء في شركته هو أو في شركات منافسة أخرى كل الشركات القبرى تعمل الآن IBM جوجل إلى خير كلها بل بعضها طرح على الساحة وضع حتى على السحابة وضع بعض الأجهزة التجري بها قالوا يا جماعة عندنا كونتم كمبيوتر استخدموا يلا اكتبوا لنا برامج ويلا اعملوا على هذا فهي موجودة الآن ولكن موجودة بشكل صغير جدا لا تقوموا بالثورات التي نتصور من حيث التشفير والذكاء الاصطناعي والأبحاث الطبية والبحث عن الأدوية ولها تطبيقات لا حصرها كما شرحت في حلقة خصصتها لهذا الموضوع تطورات مهمة جدا كما ترون في الجوانب التكنولوجية سواء ذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الكوانتية أو في مجالات الطب والأحياء شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة